اهلا بكل متابعينا في الفيديو ده حنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الاسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 24 يونيو وبينتهي بيوم الجمعة 30 يونيو حنشوف تأثير الحالة الفلكية على موليد برج التور خلال الاسبوع ده حتكون شكلها ايه موليد برج التور الاسبوع ده عندكم اربع تيام الحظ بيحلفكم خلالهم الاربع تيام دول هم يوم السبت والحد ويوم الاثنين والثلاث يوم السبت والحد الامر هيكون في منزل الحب يعني الاسبوع بيبدأ والامر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية وتعرفوا تعبروا حلو عن مشاعركم وتعرفوا تستمتعوا بوقتكم عاطفيا ده لو انتم مرتبطين اما لو عندكم اولاد فبرضو هيكونوا يومين هيلين للتواصل بصورة افضل مع اولادكم ويعني ممكن تحققوا تفاهم اكتر مع الاولاد وتقضوا كمان اوقات تستمتعوا بيها مع اولادكم كمان في الشغل يوم السبت والحد عندكم حماس وطاقة جدا بتساعدكم انكم تنجدوا شغلكم وتثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه ان شاء الله وكمان تحصلوا على التأدير في المقابل ولو عاوزين تلعبوا رياضة او انتم عموما بتمرسوا الرياضة هيكون السبت والحد يومين مناسبين جدا لممارسة الرياضة عندكم طاقة بدنية بتسمح لكم بدا اما يوم الاثنين والتلات فحيكونوا يومين الامر فيهم في منزل الصحة الايجابي فده بيديكم طاقة ونشاط وحيوية واسرار كمان انكم تنجزوا شغلكم على اكمل وجه وتقوموا بالواجبات اللي عليكم سواء كانت واجبات مهنية او منزلية او عائلية كمان في يوم الاثنين والتلات تعرفوا انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم بس فيه من يعني تلات يام زي ما قلنا ان فيه اربع تيام حلوين بس فيه تلات يام لازم تكونوا منتبهين خلالهم لشوية حاجات هنقولهم بالتفصيل التلات يام دول بيبدأوا من اول يوم الاربع لغاية يوم الجمعة يعني اخر تلات يام في الاسبوع الامر هيكون في مواجهة برجكم ومواجهة الامر بتخلي عندكم حيرة وتردد بتكونوا شايفين طريقكم قوي بوضوح فضروري تاخدوا بالك وتتأنوا هم تلات يام مش مناسبين لاي مغامرات على كل الاسعيدة فمطلوب منكم ما اتغمروش في اي قرارات مالية ما اتغمروش من اول يوم الاربع لغاية يوم الجمعة ما اتغمروش في الشغل في اي قرارات مصيرية او قرارات مهمة حصوصا زي توقيع الاوراق او توقيع العقود في التلات يام دول يعني يفضل انه ما يبقاش فيه توقيع خالص لاي اوراق او عقود كمان في الناحية القانونية مهمة من اول يوم الاربع لغاية يوم الجمعة انكم يعني تكونوا ملتزمين جدا في النواحي القانونية لان اي مخالفات في القانون او في المرور من السهل اكتشافها خلال التلات يام دول بالنسبة للناحية الصحية كمان لازم تكونوا واخدين بالكو اكتر من صحتكو لان مواجهة الامر بتخلي المناعة اضعف فضروري من اول يوم الاربع لغاية يوم الجمعة تكونوا مناعتكم وتحاولوا انكم تحموا نفسكم من اي عدوى يعني بلاش تتواجدوا في اي اماكن فيها فرص للعدوى كمان لو انتم متجوزين مواجهة الامر لكم بتخليكم عرضة لمشاكل زوجية فاخدوا بالكم من اول يوم الاربع لغاية يوم الجمعة حاولوا انكم تتجنبوا الدخول في اي جدال او نقاش مع شركاء الحياة اذا كان النقاش ده ممكن يؤدي لصدام فاخدوا بالكم حاولوا تكونوا مارينين ومتسامحين اكتر مع شركاء الحياة خلال التلات يام دول كمان بالنسبة للسواقة مهم كمان انكم تتحركوا بالراحة مش بس السواقة كمان الحركة مهم تتحركوا بالراحة خلال التلات يام من اول الاربع لغاية الجمعة اتحركوا بالراحة وتتوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم دي كل النصايح اللي اقدر اقول لكم تحاولوا تلتزموا بيها بالذات في التلات يام اللي قلناهم اللي هم من الاربع للجمعة بس لو يعني اخدتوا بالكم حتلاقوا الاسبوع كله حلو وكل اسبوع وانتو طيبين اشتركوا في القناة